بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الجزء الثالث من محضرتنا الهيومن ريسورس مانجمينت كنا اخذنا التلاتة بروسس الاولانيين البلان هيومن ريسورس مانجمينت والاكواير اننا عين الفريق والديفيلوب اننا عمل تطوير وتنمية لمهارات الفريق البروسس الاخيرة معانا هي مانج بروجيك تيم البروسس دي بعملها خلال فترة المشروع بالكامل في الاكسكيوشن اننا بادير الناس بادير الهيومن ريسورس بتوعي بحل المشاكل اللي بتنشأ ما بينهم بعمل لهم الساينينج للتسكد بتاعتهم بعمل تقييم المستويات يعني بتاعت الهيومن ريسورس عندي وكذا طيب محتاج عشان نعمل البروسس دي الامبوتس هيومن ريسورس مانجمينت بلان الخطة والبروجيكت سطاف اسايمينت تعينات التيم بيرفورمانس اسيسمنت تقييم التيم بيرفورمانس اداء الفريق الاشيولوج دي يمكن جديدة معانا في الامبوتس الورك بيرفورمانس ريبورس تقارير الاداء الورجنيزيشنال بروسس اسيتس طيب الاشيولوج ده يعتبر واحد من الامبوتس اللي عندنا للبروسس دي وهو عبارة عن اوتبوت من بروسس تانية لسه ماخدنهاش في الشابتر بتاع الستيكولدر الانجستيكولدر انججمينت دي عبارة عن احد البروسس في الستيكولدر مانجمينت البروسس دي بتخرج حاجة اسمها اشيولوج او سجل المشاكل موجود في المشاكل اللي بتقابلني وانا في المشروع بيحصل ان في مشاكل بتظهر المشاكل دي ممكن تكون في الحالة بتاعتنا هنا كهيومن ريسورس مانجمينت ان هي عبارة عن كونفليكت ما بين الناس مشكلة حصلت في افراد الفريق نفسه يعني خلاف ما بين الناس او كده او عموما كاشيولوج اي مشاكل بتقابلني تقنية ممكن ان انا اتعامل معها برضو بنفس الطريقة بنفس الاشيولوج ده ان انا ابقى عامل لوج لها او بيان او جدول الجدول ده موجود فيه كل الاشيوز او كل المشاكل اللي انا بقى بقى سواء بقى مشاكل الهيومن ريسورس مانجمينت او مشاكل كمان او مانجرية الموجودة عندي في الموقع شكل الجدول بيبقى بسيط بقول ايه هي المشكلة طيب وظهرت امتى بحط التاريخ اللي ظهرت فيه طب ريست باي مين مين الشخص اللي اكتشفها يعني وقال ان احنا عندنا مشكلة بحط للشخص ده طب هل هو نفسه اللي ممكن يحلها ولا اعمل السايمنت الواحد تاني هو اللي يحلها بيرسون السايند ان هو يحل المشكلة دي طيب والمفروض الديو ديت ان هو يكون حل المشكلة دي قبل يوم ايه اا اكتب التاريخ دوت طيب الستيطس بتاعتها هل مازالت لسه موجودة ولا تم حلها ولا يعني معلقة عشان حاجة تانية اا وديت ريسولفت لما تتحل بقى اكتب ريزوليوشن كان ايه ايه هو الحل بتاع المشكلة دي واتحلت بالتاريخ كام الهدف من الريزوليوشن ان انا يعني يبقى ريفرنس بالنسبة لي وليسونز اللي انا عند عشان لما اي حد يرجع عليه سجلات المشروع بعد كده وتكون مقابلها نفس المشكلة في مشروع تاني يقدر ان هو يستفيد من نفس الدرس ويعرف ازاي تتحل المشكلة دي والريزوليوشن ممكن يبقى ايه طيب التولز والتكنيكس عندنا في البروسيس دي بتاعت المانيج هيومان رسورس او مانيج بروشيك تيم التول والتكنيك الاول اوبزرفيشن ان كونفرزيشن مقصود بيها ان انا وانا مدير مشروع المفروض ان انا ما بقاش قاعد في برج عاجي ما بقاش قاعد بعيد عن التيم وقاعد في مكتبي وقافل على نفسي وباشوفهم بس الصبح صباح الخير واخر النهار مع السلامة وما فيش اي تواصل لا المفروض بيستفيد المرار يبقى فيه يعني تواصل وحوارات ما بينهما بينهم ومرأبة ليهم كمان او ملاحظة ليهم مش الهدف اننا يعني يبقى الموضوع شغل الكاميرات يعني واننا يعني ابقى برائبهم وبشوفهم هم فعلا مقصرين ولا لأ لا شك ان ده ممكن يبقى واحد من الادوار لان برضو الناس بتختلف في واحد عنده نشاط وفي واحد بيحب الشغل وفي واحد بيلعب فده ممكن يبقى واحد من اهداف بتاعت الاوبزرفيشن لكن في نفس الوقت ضروري ان يبقى فيه موضوع الكونفرزيشن ان يبقى فيه محادثات او حوارات بين مدير المشروع وبين الاسطاف بحيث ان هو يعني يعمل نوع من الشفافية ما بينهم ما بينهم نوع من الامان ان هم بعد كده يبدأوا ان هم يحكوا له اي مشاكل بتقابلهم فالشيء ضروري جدا ان يبقى فيه الحوار الموجود على طول باستمرار بحيث اي واحد يحصل عنده مشكلة يوم جاي على طول جاري على المدير ومخبط عليه ويبدأ يتكلم معاه في المشكلة دي باعتبر ان هو فيه الفة ما بينهم بسبب الكونفرزيشن المستمرة البيئة اللي خلقها مدير المشروع ديت ما بين الناس اللي بتساعد الناس ان يبقى فيه ايه يعني روح تعاون ايجابية وشفافية طيب التول والتكنيك اللي بعد كده بروجيكت بيرفورمانس ابريزلز الابريزلز مقصود بيه التقييم بتاع اداء الافراد او اداء الموظفين من خلال السوبرفايزر بتاعهم كل واحد بيتعمل له بيتعمل له ابريزل واحد التولز والتكنيك في النوع ده اللي هي الـ 360 ديجري ريفيو يقصد بيها ريفيو من جميع الاطراف مش بس الشخص اللي فوقي اللي هو السوبرفايزر لا كمان الشخص اللي تحتيه او الشخص اللي في نفس اللي بيتعمل سواء كووركر او سوبرفايزر صبعا فده بيسمى 360 ديجري ريفيو لانه هو بيبقى شامل جميع وجهات النظر مش بس الادارة اللي فوقيه او المدير اللي هو ريبورتد ليه لا جميع الافراد سواء في نفس اللي بيتعملوا ريبورتنج له طيب بعد كده عندنا الكمفليكت مانيجمنت الكمفليكت عبارة عن مشكلة بتحصل ما بين اتنين مثلا خلاف ادارة المشكلة دي مهمة جدا لان اي مشكلة لو تثابت بدون يعني حل او بدون ادارة لها فشيء طبيعي ان هي هيتولد عنها مشاكل تانية بعد كده وهيفضل في يعني عداوة ما بين الاطراف اللي ما بينهم المشكلة تأثر على اهداف المشروع بلا شك يعني بقدر جميع طيب الكمفليكت مانيجمنت تتكلم على الكمفليكت سورسز ايه هي مصادر الكمفليكت الكمفليكت بروبيرتز خصائص الكمفليكت والكمفليكت افويدينج تيكنيكس ايه هي التقنيات عشان نتجنب الكمفليكت يحصل والريزيليوشن ريسبونسيباليتي او المسئولية مين اللي يحل الكمفليكت ده وبعد كده الريزيليوشن تيكنيكس تقنيات حل الخلافات ديت طيب نبدأ الاول في الكمفليكت سورسز ايه هي المصادر اللي بيحصل منها كونفليكت الترتيب ده حسب البيريوريتيز اللي كانت مقترحة ريتها يعني باعتبار انه هو معظم المشاكل في وجهة النظر دي بتحصل من السكاجول السكاجول بسبب ان فيه ناس بلتزمت وفيه ناس ما لتزمتش بالسكاجول فاللتزم دوت يعني محتاج انه يكمل شغله اللي مبني على شغل واحد تاني مش ملتزم ومقصر طيب ليه انت متأخر في السكاجول بتاعك انت كده عطل تاني انا كان مفروض هدخل الواب ده دلوقتي الشغل بتاعي الخلافات اللي بتظهر عن السكاجول بتبقى يعني من اكتر الخلافات الموجودة يعني او من اكتر الاسباب اللي بينشعنا خلافات هو السكاجول بعدين البروشيكت بريوريتيز بروشيكت بريوريتيز يقصد بها ان انا كمدير مشروع مبيني ومبين الستيك هولدرز مثلا او الفانكشنال مانيجرز اللي موجودين في المؤسسة عندي مبيني ومبينهم علاقات مستمرة يعني بطلب منهم ريسورسز بطلب منهم امور مالية تسويات عاهد كلام من ده بطلب منهم حاجات ادارة عامة من الراجل بتاع المدير الشؤون الادارية مثلا او الشؤون العامة او العلاقات العامة فبالتالي بيبقى يعني انا بطلب منهم حاجات طيب لو انا البروشيكت بتاعة المشروع بتاعي دي ضعيفة يعني الشركة مش بصة قوي للمشروع ده ومش ده يعني المشروع الميجر بالنسبة لها في مشاريع تانية اهم دلوقتي فبالتالي يعني تلبية الفانكشنال مانيجر زي هيومان ريسورس مانيجر او الجنرال اكاونتنت او الفينانشال مانيجر تجاوبهم معايا هيبقى ضعيف فده هيخلي يعني يحصل مشاكل ما بيني وما بينهم دايما باستمرار ان انا محتاج ريسورس وهم مش بيجبولي بس انا مش فاهم ان البروشيك بتاعة المشروع بتاعي تعتبر قليلة في الشركة طيب العنصر اللي بعد كده التكنيكال او بينيونز الخلافات على التكنيكال دي نعملها كزا طب نحط حديد هنا لا ما نحطش دا كده الرسم دا غلط الاسبسيفيكيشن دي بش مزبوطة الكلام دا كله الريسورس موارد كالتها سواء الريسورس لهيومان ريسورس يعني او عمال وسورفايزرز او الريسورس اللي هي الفينانشال ريسورس الموارد المالية الاجراءات الادارية كبريكوراتية بقى او غيرها الكوست التكاليف البرسوناليتي الامور الشخصية يعني فوجة نظر ريتا برضو البرسوناليتي تعتبر اخرهم اا وهي بتقول كده يعني ان ايه العناصر الشخصية مش هي دي اللي بتأثر او هي اللي بتعمل الخلاف دايما لا الخلاف بيبقى على حاجات اللي خاصة بالسكاتجول والبريوريتيز والتكنيكال او بينيون اكتر بشكل اكبر طيب الكمفلكت بروبيرتز خصائص الكمفلكت ده شيء طبيعي يعني اا في اي مكان في الدنيا لازم بيحصل كونفلكت مش معنى ان حصل كونفلكت يبقى المشروع ده غريب لا بالعكس ده ده شيء صحي جدا ان يحصل الكمفلكت ده فهو بيقول لي ده طبيعي وينفيتابل يعني حتمي لازم بيحصل يعني ما ما ينفعش ان هو ما يحصلش الكمفلكت ده فلا شك ان انا لو الناس عندي نايمة بيشتغلوش مش هبقى فيه كونفلكت فلما شوف كونفلكت في المشروع مزعلش بالعكس ده 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 معنى ان الناس شغالة هو الناس يعني بيتخنقوا دي نعملها كذا ولا نعملها كذا الفريم ده مش مزبوط الكاميرا دي مش مزبوطة الدهانات دي شكلها مش كويس مش عارف ايه فمعنى كده الناس بتتناقش في الشغل يعني لكن لو مش شايف اي كونفلكت يعني ده معناه الناس نايمة الناس مش مش شايفة الشغل ومفيش اي تفاعل يعني ولو كان مش هو ده الانديكيشن الوحيد لكن احد الانديكيشن طبعا لابد ان يبقى فيه يعني انفتاح او صراحة او شفافية عشان يتم حل النزاع ده لابد ان انا عشان احل النزاع مجيش مثلا واقول فلان الشخص ده مش مش كويس وحتى يعني بيبص في وشنا وهو ما بيتحقش وهو يعني يتعامله معنا لما بينادي عليه ما بيتجوابش بسرعة يعني لما اجي احل النزاع او احل مشكلة مركزش ابدا على العيوب دي وإلا هدخل في متاهات وفي يعني هبعد بعيد عن مصار المشكلة نفسه وهنزلك بعيد عن الطريق بحيث ان انا يعني هبقى دخلت بقى فسكة تانية كده البرسوناليس بتاعت دي مش كويسة الكالشير بتاعه مش عارف ايه السلوكيات بتاعته مختلفة فدي هتأدي ليه مجادلات على الفاضي وهراء يعني اكتر من ان هو ايه وسيلة لحل المشاكل فعشان فعلا احل المشكلة اركز على المشكلة نفسها وانسى خالص موضوع البرسوناليس دي الـ Conflict resolution should focus on present not past لشك ان انا محتاجة بص دايما انا فين دلوقتي وبلاش نبص الوراء ماشي وراء انت غلط خلاص نرمي الغلط ده طالما انت مقتنع ان انت قدت غلط ويعني بتعتزل عن الغلط مش لازم بقى نقود نقول ده هو اصدقا غلطان وهو الماضي كذا هو اصدقا بيعمل كذا لا خلينا نبص ليه اللي قدام ما نبصش ليه اللي فاتي الـ Conflict avoiding techniques عشان اتجنب النزاعات دي انها تحصل من الحاجات المهمة جدا الـ Ground rules الناس لما تبقى عارفة ان في قواعد حكمة للموضوع بنظريات سوايا بوعقاب بيبقى كل ملتزم وعارف انه لو خرج برا اطار الالتزام العام ده سيتم توقيع عليها عقوبة يعني فبالتالي بيبقى مش حابب ان يدخل في الموضوع ده فدايما بيبقى حريص انه يبقى ايه ما فيش ايه conflict يعني ما بينه بين الناس الـ Role definition كل ما بعرف الادوار بتاعت الناس بيحصل خلاص ان انت عارف انا مين وانت مين وهو مين وهكذا فمحدش يعني ايه هيبقى فيه سوق للفهم تجاه حد معين يعني ان انت ما بتعملش اللي عليك او ان انت بتعمل زيادة عن اللي عليك واخد شغلنا مش هيبقى فيه الكلام ده خلاص بقى هيبقى فيه Role definition كل واحد معروف الـ Responsibility بتاعته ايه الـ Communication Planning لشك لما بعمل Communication Planning وهتيجي في الشبطة بتاع الـ Communication لما بعمل تخطيط الـ Communication بشكل كويس بيبقى معروف كل واحد عشان يخاطب التاني يتكلم ازاي ويبعت ايه ويعمل ايه ويخاطب مين الاول ومين بعديه وشكل الحديث الفورمال تبقى ايه والانفورمال تبقى ايه وكذا مهم جدا الناس تبقى عارفة اهدف المشروع عشان يبقى كلهم مجتمعين في سكة واحدة لما تقابلهم مشكلة مثلا عارفين ان حلها في السكة دي لان ده مواكب لهدف المشروع هدف المشروع كذا كذا ولكونسترينز اللي علينا من تايم وكوست وكواليتي لا شك ان هي معرفتها بتخلي الناس خلاص مرتاحة وما يحصلش كونفلكت ان يبقى عارفين مثلا ان مش مهم التايم قد ما مهم انه نحنا نوفر في التكاليف لو ده مثلا هو الكنسترين عندنا فخلاص مش تفرق معانا عايزة تعمل المبنى ده تبنيه بالطريقة دي ولا بالطريقة دي خلينا في الطريقة اللي هتوفر مش مهم الوقت وساعات بيبقى العكس بيبقى الكنسترين هو التايم عشان مثلا عايزة الحق سيزون زي في المدارس او الجامعات او كده عايزة الحق بداية السيزون ده او حاجة مثلا ريزورت بيبقى منتجعة مثلا صيفي او كده فعايز الحق المعاد فالمعاد بيفرق معايا جدا فساعتها ما متبقاش مهم التكاليف قد ما مهم المعاد الشارتر بما لا شك موجود فيه الستيتمنت او السكوب او السكوب يعني بصورة اولية ميك وورك السايمينس انتريستنج ان شالنجين يعني دي من مهارات بقى مدير المشروع انه يخلي الناس مستمتعين وهم بيقدوا الشغل فما ينشأش عن عندهم يعني او ما بينهم خلافات او نزاعات مسؤولية حل النزاع مع مين الاول الاثنين الموظفين نفسهم اللي حصل ما بينهم مشكلة المفروض هم يحاولوا انهم يعني يتفاهموا مع بعض ويحاولوا انهم يحلوا الموضوع بنفسهم كونفلكت is best resolved by those involved in the conflict طيب لو ما قدروش يبقى if conflict escalate لو تصعب موضوع الخلاف ده مدير المشروع بقى المفروض انه يتدخل عشان يعني يعمل ايه حل مرضي للاطراف جميعا انه يوجد حل الموضوع ده اكتب لو اتكررت المشاكل ده يعني بشكل مش كويس فساعتها ممكن يبقى فيه formal procedures يعني اجراءات رسمية تتاخذ تجاه الاشخاص مع اجراءات ديبية يعني وكده بعد كده عندنا conflict resolution techniques التقنيات اللي انا من خلالها ممكن اعمل حل للconflict التقنية الاولى او العنصر الاولاني المواجهة وهي دي تعتبر افضل عنصر من العناصر وهم مرتبين بالترتيب المنطقي ليهم او الترتيب الاحسن الى الاقل في الافضلية يعني فافضل حاجة هي المواجهة ان انا احل المشكلة فعلا ان انا اواجه المشكلة ما اهربش منها وما حاولش ان انا ابعد وما حاولش ان انا يعني اجيب حلول وسط لا ان انا احاول احل فعلا المشكلة حل علمي دقيق بحيث ان هو ده فعلا الصح لما بعمل confronting او problem solving كل الناس بتبقى راضية وكل الناس logically بتبقى مقتنعة ان هو ده فعلا الحل incorporate multiple viewpoints to lead to consensus then problem goes away leading to win win situation بيقول ان انا اخد يعني افكار من معظم الناس بحيث ان انا اوصل للاجماع ان كل واحد يبقى مشارك عشان اوصل لwin win situation لشك ان الموقف لما بيبقى win lose situation الشخص الخسران بيفضل شايل جوه نفسه ويبقى مستقبلا هيطلع عليك المشكلة ومن غير ما تكون انت حاسس لو المشكلة دي مثلا ما بين مقاول واستشاري مثلا او مقاول والمالك وجاء المالك مثلا او الاستشاري قال للمقاول لا دي ما تعملش كذا عيد تاني الشغل ومش عارف ايه وكان الموضوع في تعنط شوية فوصلوا ان الموضوع بقى win lose situation هيجي المقاول في مرة تانية ومجاي مقلل الجودة من غير ما الاستشاري حاسس فهيطلعوا عليه يعني في النهاية فضروري جدا يعني ان يبقى ايه الناس واخد بالها من النقطة دي ان افضل situation هو win win situation يجي بعدي موضوع compromise او ايجاد الحلول الوسط الحلول الوسط معناها ان انا احاول اجيب نقطة ما بين الاتنين كده بحيث ان ده يبقى راضي شوية وده يبقى راضي شوية فبالتالي يعني ما بيبقى عندي احد الاطراف اخد كل شيء وده يقدي لحاجة اسمه lose lose situation وان كان ممكن ان هو يكون هو الحل الافضل في احد المواقف يعني لكن لا شك ان الconfronting افضل منه بشكل كبير تقنية التالتة الوزدرو او الافويد معناه ان هو التراجع او الانسحاب هو المقصود بيه التقنية دي ان انا كمدير مشروع يعني وانا بحل المشكلة احس ان انا خلاص انا مش عارف احل المشكلة فا اجيل اقول له بقول لكم ايه يعني خلينا طيب نشوف بس شوية شغل الورانا دول وخلينا نتكلم فيها بعدين يعني النقطة ديت يعني روحوا بس على شغلوكو دلوقتي وهنا بقى نتكلم فيها بعدين ده كده withdraw ده كده انا يعني بعمل بستبون او تأجيل للمشكلة وانا محلتهاش لسه المشكلة مذالت موجودة بس انا اهربت بس يعني مش اكتر التقنية اللي بعد كده السموث او الاكوموديت يقصد بها التسكين او التلطيف يعني ان انا احاول ايه الطة في الموضوع كده اجي على واحد مثلا متوقع انه هو ممكن يقبل وقل له يعني معلش تعال انت يعني على نفسك وهي المواضيع بسيطة ومش مستهلة وتتعوض في المرات الجاية والمسامح كريم وما تقلقش ومش عارفه وكده يعني ما الموضوع ده كده مش مزبوط ابدا يعني وان كان ممكن ان هو يبقى سكن المشكلة شوية بس كده لكن لشك ان الرجل الغلبان ده اللي جينا عليه يعني وعملنا سموتينج عن طريقه لشك ان هو يفضل يعني هي شايل يعني والموضوع مش فير يعني امفزيز اجريمانس rather than difference in opinions conceding one's position to the needs of other to maintain harmony and relationships يعني بخلي واحد مثلا من الناس ان هو يبقى يخضع للاخر يعني يعني تعال على نفسك انت شوية ومعلش والامور تعدي والكلام من ده التقنية الاخيرة وهي تعتبر اقلهم في الافضلية او في الجودة يعني force او direct ان انا يعني ابقى dictator في الموضوع ده اللي بقول لكم ايه هي تتحل كذا كذا وما اسمعش كلمة تانية والموضوع خلاص انتهى وقفل وما حدش يعيد الموضوع ده تاني هو ده الحل يالا نفزه عسكرية يعني pushing one viewpoint at the expense of others فبالتالي انا يعني خدت تبنيت وجهة نظر واحدة وما مهتمتش بقى باللوجيك او ان الناس تبقى مقتنعة او لا استعملت سلطاتي في ان انا مدير مشروع ما حاولتش افاهم الناس او ان انا يعني اوصل لحلول معاهم لا انا خلاص خدت دي وهي ميري بقى يعني كله يلتزم محدش يقول لي كاني ولا ماني الانتر بيرسونال سكيلز مارات تعامل مع الاخرين هنتكلم في الاول على ال powers of project manager السلطات بتاعت المدير المشروع مدير المشروع ممكن ان هو يعني القرار اللي هياخده او ال action اللي هياخده يبقى نابع من احد السلطات الخامسة دول السلطة الاولى اللي هي formal باعتبار ان انا مدير المشروع وده position بتاعي فانا بتصرف بالطريقة الادتية ان انا بعمل ال action ده بستمد قوتي فيه من position بتاعي ان انا مدير المشروع وكل مفروض يسمع الكلام التاني اللي هو reward reward معناه يعني ان انا ايه بعمل نظام للمكافئات كده فيعني الناس بترضى تسمع كلامي او بتستجيب لي عشان حبة انها تاخد ال reward دي او المكافئة دي النوع الثالث ال penalty وده يعني ان الناس بتبقى يعني بتستجيب عشان خايفة لا تقع عليها ال penalty او العقوبة دي النوع ال expert ويقصد بها ان الناس بتبقى يعني ماهر وشاطر فالناس بتستجيب له عشان شايفة فعلا ان هو اللي بيقوله ده كلام مبدع وكلام جميل الرجل ده يعني فعلا الكلام اللي بيقوله كلام ناس expert او ناس محترفين يعني العنصر الخامس معنا اللي هو ال reference مقصود بي يعني ايه الناس يعني بتبقى حبة الشخص يعني هي بالنسبة لها الشخص ده هو ال reference او الكارزمة العالية اللي هم بيتبعوه بيعجبوه بيه في طريق تفكيره وفي طريق اداءه وفي طريق مثلا قيادته ليهم فبيبقى حبين ان هم يكونوا تابعين له يعني وكده بعض الملاحظات على الموضوع ده best powers are expert and reward والworst هي هي penality لشكل ال penality دايما يعني بتوجع بشكل جامد يعني فايه ممكن تبقى ما تستخدمش غير في عضيق الحدود يعني والexpert يعني افضلهم طبعا عشان الرجل يعني بيبقى محبوب نظرا لانه هو شاطر في مجاله فالناس حباه بسبب انه هو يشوفوا يعني شاطره منه غير عادية يعني والreward الناس طبعيتها بتحب المكافئات يعني powers direct from project management position or formal reward and penalty الحاجات دي ممكن تبقى تركات للأسئلة يعني ايه هي الpower او السلطات اللي نبع من الposition بتاع project management او project manager هي formal الرسمي والreward بيعتبر انه هو في المكان ده فيقدر يعمل rewarding والpenality لتوقيع العقوبة الpower earned on your own is expert الexpert هي الpower الواحد بياخدها من من نفسه عن طريق انه هو بيطور من نفسه ك skills يعني مهرات ويكون knowledge فبالتالي بيوصل انه هو يبقى expert فبالتالي الناس تبقى حباه عشان كده فهي دي الexpert تعتبر الpower الوحيدة اللي هي بتكتسب ذاتيا earned on your own عندنا بعد كده في ال interpersonal skills management and leadership styles styles هي عبارة عن الاساليب بتاعت الادارة والقيادة ملحظتين كده في الاول بس انه في البداية بداية المشروع ببقى بستخدم ال directing styles الاساليب التوجيهية لان المشروع لسه بيبدأ فانا بحاول ان انا ارشد الناس ووجههم وفي الاسناء التنفيذ بستخدم ال coaching التدريب وال facilitating التسهيل وال supporting الدعم طيب سريعا ندخل في ال styles اللي عندنا directing معناه انه بديل المشروع يبقى عمال بيوجه الناس telling others what to do facilitating بيبقى بيحاول انه يعني يعمل تسهيلات شوية انه يفهم الناس او يعمل تنسيق ما بين ال inputs بتاع الناس المختلفة coaching اللي هو بيبقى بيدرب باستمرار يعني الناس عشان يوصلوا الهدف بتاعهم supporting بيبقى بيساعدهم باستمرار في اداء المهمة المطلوبة منهم لو مثلا مش عارفين يقدوها بشكل كويس ال autocratic اللي هو يعني بيبقى مستبد وبياخد القرار بنفسه محدش لدعوه ونفزه يلا اعمله اللي احنا قلنا عليه ال consultative اللي هو المدير المشروع اللي بيستشير الناس يعني بيجيب الناس ويقعدهم ويسألهم طيب اي راي يوكن يعمل دي ولا دي ولا دي بيستشير consultative autocratic ده بيبقى خليط ما بين الاتنين هو consultative لانه يعني بيسمع من الناس وبيستشيرهم يعني لكن ما بيخليش حد يشارك في صناعة القرار فال decision making بتبقى في ايده هو الوحده وهو يعني بيبقى autocratic فيها يعني بيبقى مستبد فيها ال consensus مقصود بيقى الاجماع ان احنا نيجي ناخد قرار طيب نعمل voting كده نصوت ونشوف ايه رأي كل الناس على القرار ده هل فعلا مالين ليه قرار والقرار التاني وهكذا ال delegation مقصود بيها التفويد ضروري جدا ان يبقى مدير المشروع باستمرار ما بيبقى شوان منشون هو بيعمل كل حاجة بنفسه لا لازم بيقى فيه delegation او تفويد لبعض ال team بالصلاحيات او بال responsibility بتاعت مدير المشروع بروكراتيك ده الرجل اللي بيتتبع البيروكراتية بحذافرها يعني وماشى على ال procedure بالزبط ومش عايز يخلفه احيان مهم بيبقى لما يبقى في critical work ممكن يبقى ضروري لكن في الغالب يعني بيبقى البيروكراتية يعني بتأدي لتعطيل كبير للمصالح او لمصالح المشروع او اهداف المشروع الكاريزماتيك ده الرجل اللي بيأثر على الناس يعني وبيشجعهم باستمرار ان هم يعني بقى ايه ينتجوا يعني بشكل اكبر الديموكراتيك يقصد به ان كلنا هنصنع القرار مع بعض طبعا team on the decision made by the group لسيفر يقصد به المدير اللي ما بيحاولش يدخل قوي على التيم كده انتو بتعملوا ايه وريني لا ما بيعملش كده خليهم هم شغالين هم عارفين شغلهم لو احتاجوني انا موجود لكن خليهم شغالين ده اسلوب لسيفر اناليتيكل ده الرجل اللي عمال يحلل يعني ويعمال يحل كلمات متقطعة ويسمع من ده ويسأل ده اسئلة كتير ويحاول يربط دي مع دي عشان يعمل تحليل للامور الدرايفر اللي باستمرار عمال يدفع الناس ويسقهم ناحية النجاح يعني فباستمرار يعني بيدي ايه توجيهات وبيحاول يزق الناس يعني الانفلونسيج اللي بيعمل تأثير في الناس والبيئة المحيطة بالكامل يعني بيعمل مع الفريق بتاعه عشان يأثر على تنفيذ المشروع يأثر يقصد يعني يخلي المشروع فعال يعني وفي تحفيز وفي انتاجية اعلى وفي اداء اعلى يعني الفلونسيج قليل يعني uses persuasive listening mutual trust consideration of various perspective المهارات بتاع الافلونس يعني بتجتمل علي persuasive الاقناع ليسننج النواه يسمع للناس ا Jeremy spacious او الاقز بالاعتبار assignment هنا بعض الimportant notes يعني حاجات ممكن تنفعنا بس لفهم الترمينولوجيز بتاعة الهومن ريسورس اللي ممكن قد تستخدم فيه اسئلة الامتحان الاول problem solving method طرق حل المشكلة define real problem analyze problem يعني ايه نظرية شوية identify solution pick a solution implement solution confirm solution solve problem لا شك ان هي على اغرار مثلا plan do check act ان انا بحاول اخطط للموضوع وبعد كده بنفذ وارجع اكد تاني ان اللي انا نفسته ده مناسبة ولا لا فهي احد الميثود بتاعة problem solving بعض ال special terms expectancy theory مقصود بها ان بعض الناس يعني بتبقى منتظرة الريورد مش شرط الريورد دي تبقى يعني عينية او مادية لا ممكن ان هي تبقى حاجة بس معنوية زي كلمة شكر انا اللي نور برافو مش عارف ايه تمام بعض الناس اللي هي بتبقى يعني منتظرة ان هو يسمع الكلام ده او ياخد الريورد ديت يعني الناس دي بتفضل يعني منتجة بشكل فعال وبشكل كبير طالما الريورد دي بتحقق يعني ال expectations بتاعتهم يعني من ضمن ال terminologies برضو ال prerequisites او ال perks والمقصود بها يعني الامتيازات او حوافز الاضافية يعني الامتيازات استثنائية بعض الامتيازات او مكان للركن مخصوص او عمل عمل على مستوى عالي او مستوى تنفيذ يعني او ان هو مسلا يبقى قاعد في مكان مميز مثلا او حاجة زي كده ال french benefits هي مقصود بها ما زاد عن ال basic salary يعني او ما زاد عن الرواتب الاساسية ال french benefits يقصد بها الحاجات الامتيازات بس مش استثنائية لا الا هياخدها كل الناس يعني standard benefits formally given to all employees such as educational benefits insurance profit sharing المشاركة في ال profit او مسلا اه اا اكوموديشن housing الكلام ده كله الحاجات دي بتبقى موزع على الكل والناس كلها بتاخدها بالاضافة لل basic salary دي بتسمى fringe benefits على عكس البركس البركس دي بتبقى استثنائية كتحفيز للناس او كريورد سيستم ان انا هدي مثلا فلان الفلاني اه المكتب المسلا على الشارع عشان يبقى بصص من الشباك كده شايف المنظر جميل او ان انا هدي له مثلا ايه اوضع واسعة شوية مثلا كمكتب له يعني او ان هو يبقى له الباركينج المسال اللي موجود ده وكذا فدي البركس او البركوزايت لكن الفرنش بنيفت دي كل الناس بتاخدها طيب بعد كده عندنا الموتيفيشن سيريز عندنا اربع نظريات نبدأ في الاولى كده اللي هي ماك جريجرز سيري او سيري اوف اكس اند واي سيري اوف اكس اند واي بتقصد تقول ان ان الناس نوعين المانيجرز ممكن يبقى يا اكس يا واي اكس ده اللي هو يعتقد ان كل الناس لازم تفضل تحت المرقبة باستمرار يعني كل الناس تبقى مترقبة عشان تشتغل والثيري واي الشخص التاني اللي هو مديل المشروع واي ده بيعتقد يعني الناس عندها الرغبة فعلا في الانتاج او في العمل بدون اي سوبر فيجن بس اديهم حاجة شالنجابل شوية يعني فيها تحديات وحاجة يعني يحسوا باميتهم فيها وان هم فعلا بيشتغلوا شغل جميل وممتع وهي الناس هتشتغل لوحدها ما تقلقش بس اديهم الحاجة يعني اللي فعلا يتقنوها ويبقوا حابين ان هم يشتغلوها وفرحنين بان هم شغالين الشغل دي دي كده ثيري اكس ان واي وبتتسمى ماك جريجر الهرم بتعمس لوكو اللي انا عارفينه طبعا الهرم بيقول ان انا عشان احفز الناس في عندي احتياجات لها معينة اه اللي في قاعدة الهرم تحت خالص اللي هي الاحتياجات الفيسيولوجية زي ان الانسان يشرب وياكل ويتنفس اه لشك ان انا عشان اه يعني استخدم واحدة اه فوق الفيسيولوجيكال لازم الفيسيولوجيكال نفسها تبقى متحققه بمعنى الانسان مش هيدور على السيفتي طالما ما عندوش الفيسيولوجيكال نيت متحققه لو واحد عطشان او ما عندوش هوا مش هتفرق معا السيفتي والسيكوريتي دلوقت يعني عطشان وموت يعني اجعان دوني بس الاكل المهم والسيكوريتي هتيجي بعد كده مش قضية وكذا برضو السيفتي والسيكوريتي مقارنة بالليفل اللي بعده اللي هو البلونجينج او اللوف ده يعني ما فيش انسان هيدور على الانتماء لسوسايتي مسلا وان هو يبقى حابب الناس والناس حابينه وبيضحك معهم وكلام من ده وهو اساسا مش حاسس بالسيفتي او السيكوريتي يعني الليفل الرابع اللي هو السيلف استيم يقصد بي يعني ان تقدير الزات او ان الناس يعني تبقى بصة للشخص بانه ايوا برافو عليك الله ينور انت بتعمل شغلة كويس مش عارف ايه كلام من ده مش هيبص الانسان للدرجة دية تحت السيلف استيم او تقدير الزات لو ما كانش يعني اه في شبكة اجتماعية كويسة ان هو علاقاته اه كويسة بالناس وفيه انتماءات يعني ما بينهم وبين بعض وكزا فساعتها يعني مش هيبص على دي غير لو كان محقق دي الليفل الاخير اللي هو سيلف اكشولايزيشن تحقيق الزات تحقيق الزات مقصود بين الشخص نفسه يعني او احد افراد الفريق يعني يثبت نفسه يعني يعني يقول اه انا بعمل كزا كزا انا بطلعه اوتبوت بالشكل الفلاني اه انا بتعلم انا باخد درجات علمية مش عارف ايه يعني ده السيلف اكشولايزيشن وده مش هيجي غير لما يبقى حصل سيلف ستيم الاول انه يعني اه ما عندوش اه هزة في النفس يعني المهزوز نفسيا شوية ده بيقى محتاج سيلف استيم محتاج تقدير الزات الناس تقوله شكرا اللي ينور برافو مش عارف ايه اه ومش هيدخل على الليفل اللي بعده بتاع السيلف اكشولايزيشن تحقيق الزات غير لما يحقق موضوع السيلف استيم الاول طيب ايه علاقة الكلام ده بالتحقيق تحفيز مقصود بي ان انا يعني ما حاولش ان انا اعمل اه تحفيز للناس بان انا ادي لهم سيلف اكشولايزيشن ادي له مثلا ايه منحة للدراسة في الماستر مثلا ولا ام بي ايه ولا حاجة وهو الرجل اسلا مهزوز نفسيا او اجتماعيا مثلا مش متواصل مع الناس يعني لا ان انا اشوف الدرجة اللي هو واقف عندها وهي دي اللي محتاجها واحفزه بيها مروحش احفز في حاجة اعلى وهي مش هتشتغل يعني يعني مثلا لو واحد يعني اه اه اجتماعيا بالموضوع عنده مش مظبوط مش قادر انه يتعامل مع الناس بشكل كويس مروحش ان انا اقول له ايوه شاطروا برافو الله ينوروا واحنا كلنا فرحانين بيك وفخرين بيك ومش عارف ايه اللي هي عملية السيلف ستيم او تقدير الزات مينفعش ان انا اشتغل عليها قبل ما كون خلصت موضوع البلونجينج ان هو اجتماعيا فعلا متفاعل مع الناس بشكل كويس وعنده موضوع اللوف او اللايك او التواصل مع الناس او الفرينز موجود بشكل كافي او بشكل يعني فعال النقطة التالتة او النظريات التالتة للتحفيز عندنا اللي هي ماكليلاند او ديفيد ماكليلاند theory of needs النظرية الاحتياجات النظرية دي بتقسم الناس لتلات او تلات مجموعات الجروب الاولاني اللي هما الناس اللي محتاجة انها تعمل انجاز achievement في ناس بتفرح لما بتعمل achievement لما بتطلع product لما بتطلع مبنى لما بتطلع document لما بتعمل system لما بيعمل achievement معين انجاز معين ده بيحفزه بيفرح اكتر وبيبقى عايز ان هو يشتغل اكتر وكذا فالناس اللي هي بتحب الachievement دي they like recognition هما بيحبوا فعلا انه يبقى فيه recognition تقدير للموضوع دوت فبالتالي ادي له منتا يعني حاجات صعبة challenging projects مشاريع يعني مش اي حد يعرف يعملها لانه هو بيبقى حابب فعلا انه هو يتميز ويعمل الصعب ما لما بيلاقي حاجة سهلة كده بيبقى عارف ان دي اي حد بيعملها ما بتبقاش فرقة بالنسبة له فبيعملها بكسل يعني ما بيبقاش مهتم بيها قوي لكن لو حاجة فيها تحدي ومش اي حد يقدر يعملها لأ انا هسبت نفسي فيها بقى وانا اعملها فالشخص اللي من النوع ده ادي له challenging projects اه في ناس تانية بتبقى محتاجة affiliation انتماء محتاج ان هو يعني يبقى ايه اه دايما في يعني وسط كده حواليه او فيه تفاعل يعني حواليه او بمعنى اضاق يعني يبقى محتاج انتماء للكيان يعني اللي هو فيه اه يبقى حاسس ان هو مثلا ايه اه انا منتمي للكيان كبير وفرحان بان انا منتمي للكيان ده وهكذا اه الناس دي داي سيكا بروفل رادر دان recognition let him cooperate with others خليه يتفاعل مع الناس يتواصل الشخص ده شخص اجتماعي بيحب ان هو يتواصل مع الناس يحب ان هو يبقى له علاقات واصحاب وكلام من ده دي هي الوسيلة بتاعة تحفيزه اه فيه ناس بتحب الباور اه وبيتم تحفزها بالباور يعني اديني سلطة بس وما تقلاش وانا هعمل يعني ايه الحاجة الكويسة الرجل ده بيبقى effective leader لانه هو اه لو هو فعلا يعني social oriented انه هو يعني فعلا هدفه على الشغل او قلبه على مصلحة العمل يعني مش ملوش اي اه اهدف اخرى يعني زي ما هنقول بعد شوية لو هو فعلا هدفه مصلحة الشغل ساعتها الرجل ده بيبقى مبدع جدا لانه هو بيبقى عارف امكانياته بيقولك اه انا اقدر اعمل دي اديني بس الباور بتاعتها زي ما سيدنا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض فهو يعني شايف ان هو نفسه قادر على حاجة زي كده يعني فعارف السلطة بتاعته وعارف ان هو اديني بس السلطة بتاعت حاجة زي دي وانا هزبطها لك بشكل كويس جدا يعني انا عارف امكانياتي ايه لكن لو هو الموضوع بقى انا عايز السلطة دي عشان استغل لها عشان اعرف بقى يعني اجيب مصالح للنفسي بعيدة عن مصالح المشروع فلا شك دي يعني ايه حاجة مش كويسة يعني فلو هو فعلا السوشيلي اوريينتد يعني قال له هم تومانيج اذرز اوكي ادي له الباور انه يبقى معاه تيم ويبقى معاه سلطات ويبقى معاه الصلاحيات انه هو ياخد اكشن باعتبر انه فعلا هينتج يعني النظرية الرابعة عندنا هي هيرتز بيرغز تيري النظرية دي بيسموها نظرية الهيجين فاكتورز او العوامل يعني الاساسية او الصحية او اللي هي الرئيسية ممكن نقول اه هي زي الورد كونديشن السلري سيكيوريتي بيرسونال لايف ريليشنشيبات وورد العناصر دي عناصر مهمة جدا اه ما اقدرش ان انا او ما ينفعش ان انا اقلل فيها او انه يبقى في عدم اتزان فيها لان لو حصل في عدم اتزان مهما حفزت بالطرق التانية مش هتشتغل معايا موضوع التحفيز ده يعني لو حبيت مثلا اه ان انا ازود بتاعت الشخص عشان ادي له تحفيز مثلا ان هو فرحان بكده او او اي حاجة من من عناصر التحفيز بس السلري بتاعه مش مزبوط او الورد كونديشن او والسكوريتي حاسس بقلق في الشغل اللي هو حاسس انه يعني ممكن ما يطولش في الشغل ده لو عنده مشاكل في الهيجين فاكتورز الموتيفيتينج اجنس ما بتشتغلش الموتيفيتينج اجنس بتبقى يعني عالفاضي فبور هيجين فاكتورز مي ديستروي موتيفاشن لو الهيجين فاكتورز دي كانت بور كانت ضعيفة فمش هيحصل موتيفاشن هيبقى فيه ديستروي او يعني الموتيفاشن مش هتشتغل اساسي لكن هي مش عناصر للتحفيز يعني محدش يتوقع ان السلري ده عنصر للتحفيز لا ده ده حاجة طبيعية ان راجل بيقدي الشغل وانا بديله على قدي الشغل اللي عمله ماش حتى الان انا محفزتش انا اعطيت له الواجب اللي المفروض ان انا دهوله فبالتالي تحسنهم ان انا بحسن مثلا في حاجة من الحاجات دي ده ما يعتبرش وسيلة للتحفيز ده يعني لا شك انه هيفرح مثلا بالسلري انكريمت او زيادة الراتب لكن مش هي دي اللي هتبقى بخليها متحفز او يعني محفز باستمرار لأداء الاعمال يعني هيفرح بيها وقت زيادة الراتب وخلاص وقت تبقى حاجة طبيعية بعد كده خاصة انه يعني ايه بتبقى طبقا لوائح الشركة او قانون او ايا كان واعرف ان هي كده كده جياله جياله فرينج كذا كذا وده شيء طبيعي ان هي هتجيله يعني لان ده قانون يعني فبش هي دي اللي هتحفزه لكن اللي بيحفزه على حسب هو بقى بيحب ايه بيحب يحق نفسه الدراسات عليا واهداف وشهادات وكلام من ده حب تدي له مهام اكتر ويبدأ انه يبدع فيها وكذا هي دي وسائل التحفيز بس بكده يبقى خلصنا الشابتر بتاع الهيومن ريسورتس مانيجمنت معادنا ان شاء الله مع الاسئلة بتاعتي المجمع باذن الله اشتركوا في القناة